الجمهور كان قلق شوية بعد إصابة رمضان أو خروجه في مباراة المنتخب الأولمبي أمام المنتخب الجنوب إفريقي اللي أقيمت منذ حوالي 72 ساعة في استاد القاهرة لكن عايز أتمنكم أن رمضان كان إجهات خفيف يعني جهاز الفن بيغارد شوء غريب فضل أن هو يستبدله في نهاية المباراة وعايز أكد لكم رمضان إن شاء الله جاهز والنهاردة كان موجود في التدريبات الجماعية وشارك في المران الجماعي بشكل طيب جدا أيضا كمان سعد سمير إمبارح شارك في المباراة الودية عايز أطمنكم على سعد سمير إن شاء الله يكون جاهز كمان لمباراة الزمالك هيكون موجود مع زملائه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف محمود متولي يمكن بنسبة 85% أصبحت جاهزيته أو يعني مرحلة شفاءه يتبقى فقط حوالي 15% هل اللي 72 ساعة الجاية هتكون كفيلة بتجهيزه أو اكتمال الشفاءة بنسبة 2% ده هتكشفه الأيام اللي جاية لكن خط الدفاع ياسر إبراهيم موجود رامي ربيعة موجود سعد سمير موجود وأيمن أشرف كمان موجود إن شاء الله يكونوا جاهزين لمباراة الزمالك توماس سابينكل مخطط الأحمال جاهز برنامج بدن للعابين خلال الـ 72 ساعة اللي جاية البرنامج الهدف منه أن يتخلص من حالة الجهاد العضلي بعد مشاركة اللعبين في ودية الأمس أمام الإعلاميين وأيضا اللعبين الدوليين اللي كانوا بيشاركوا في المباراة الأخيرة قضامكم في الصورة الكريمة ندفت مع الجهاز الفني بنسبة بينا طبعا كريم للأسف مش هيكون جاهز لمباراة الزمالك والمرحلة الجاية لسه محتاج شوية وقت كريم عشان يجهز للمرحلة الجاية لكن عايز أطمنكم على محمد محمود محمد محمود بالأمس شارك في المباراة والدية أمام الإعلاميين ومحمد ظهر بشكل جيد جدا وإن شاء الله يكون جاهز للمرحلة الجاية محمد محمود من اللعيبة اللي بنفتقدها بشكل كبير جدا وعنصر فعال وحيوي هيكون موجود في خط وسط النادي الأهل في المرحلة اللي جاية حتى المنتخب الأولمبي بينتظر عودة محمد محمود بفارغ الصبر إنه هيكون أحد الركائز والعناصر الأساسية اللي هتكون موجودة في المنتخب الأولمبي إن شاء الله في التصفات الإفريقية الموهلة لأولمبيات توكيو مروان محسن وواصل تنفيذ برنامج العلاج والتأهيل على عام الشامراني النهاردة وأدى مروان جلسة في الجيم ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية والتدريبات خفيفة بالقرى تحت إشراف طارق عبد العزيز طبعا مروان كان عام تتعرض كسر في عظام الوجه وأجرى جراحه وإن شاء الله خلال الساعات الجاية وإلايما الجاية هيكون فيه قناع هيكون موجود لمروان عشان يقدر يشارك فيه التدريبات والمباراة في الفترة الجاية ولد أهزاره بالأمس أحرز هدف المباراة الوحيد أمام نادي الإعلاميين والنهاردة يشارك فيه تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي وإن شاء الله يكون جاهز أيضا كمان مع صلاح محصن وجرالد وما أغيي أيضا في المباراة القادمة النهاردة كان فيه جلسة منفردة ليف فيلر مع المدرب العام يعني الحديث عن مكاسب اللي خرج بها الفريق في المباراة الوديه بالأمس وجاهزية اللعابين اللي شاركوا بالأمس محمود وحيد محمد هاني أليو ديانج حسام عشور الشيخ وليد سليمان أزارو صالح جمعة جرالدو علي لطفي كل هذه العناصر إن شاء الله هتكون موجودة مع اللعابة الدوليين اللي عادوا لتدريبات النهاردة بعد المشاركة في المنتخب الوطن دفت زيزة ده المدرب العام النهاردة عقد جلسة مع ريني فيلر عشان حديث عن الجانب الفنية والخططية وإزاي يحضروا في شكل كويس لمباراة الزمالك محمود وطولي زي ما قلت لكم تولي لسه بيواصل برنامج التأهيل لما كان عنده إصابة فيه العضل الخلفاني كان مز الأشياء الأخيرة يعني أكدت إن فيه التقام بنسبة 85% لكن بالتأكيد اللي 72 ساعة جاية هيتم الكشف على جهزية محمود وتولي للمرحلة اللي جاية عمر السولية جاهز بنسبة 100% قدامكم في الصورة هو عمر السولية في التدريبات الجماعية وفي مرحلة الجري الخفيف حول الملعب إن شاء الله يكون جاهز للمرحلة القادمة الجاهز الفني فضل بس عدم الدفع بالسولية في مباراة الأمس حرصا على سلامته وعدم المجازفة بي في المباراة الودية خاصة أنه لسه عائد من الإصابة فيه برنامج بدني للسولية في المرحلة الحالية لتجهيزه بدنيا للمباراة القادمة ومباراة نادي الزمالك السولية إن شاء الله يكون جاهز ويكون أحد الركاز الأساسية مع حمد فتحي وحسام عشور وقاليو جيانج إن شاء الله في مباراة القمة الإصابة التي أتعرض لها في مباراة أسوان كان الجزع في الرباط الخارجي للكاحي لكن إن شاء الله هيكون جاهز لمباراة القمة والمباراة القادمة طول كل الاستعداد لمباراة القمة خلاص يعني تم تجهيز لي وتحضير لي في المباراة اللي جاية إن شاء الله في دخول لمعسكر مغلق يوم الجمعة ليلة المباراة إن شاء الله الفريق يخش معسكر مغلق والتدريبات في المرحلة الجاية هيكون كل يوم الساعة خمسة وتدريب الجمعة هيكون الساعة ثلاثة قبل الدخول في معسكر مغلق طيب لمزيد من التفاصيل بيانضميلي على الهاتف زميل العزيزة كريم أحمد مراسل قناة النازل أهلي مساء الخير يا كريم كل التحية لك زميل محمد برحب بيك وتحياتي لكل السيد كريم كريم الصورة العامة في التدريبات النهاردة اللفت انتباك اللي شفت في التمرين التأسيم الجماعية حالة اللاعبين الجهاز الفنية